مرحبا حكينا مبارح عن انتخابات نقابة المحامين وسمعنا من طرف متضرر كان مشتكي بشدة انه فيه تجاوزات وفيه استقصاد وفيه مدرشو وفيه كذا وشرحونا كتير وحكينا هن احنا حكينا توجه نظر اتصلوا للطرف الثاني قال لا يعني القصة مو هيك القصة فيها اختلاف يعني حكي حسن الموسى استاذ حسن الموسى رئيس الفرع السابق وقال هذا موضوع ابن اختي يعني موضوع التسقيل الثوري هذا موضوع مو عزماني عزمان الياسين هلال وبعت لي صورة القرار طبعا القرار في 2018 قصة نادر المطروح انه استقصد بالتسقيل الثوري استقصد بنقطه وهذه القصة ما كانت صحيحة او فسرت غلط لانه انا اتنقلوا معلومة انه تسقلوا ثوريا انا انا كتير جنيت من هاي التسقيل الثوري هاي غلط الفكرة غلط الاسم غلط لالفروض يقولوا تصحيح وضع يعني ياخدوا قرار فردي بكل شخص تصحيح وضع مو يقولوا تسقيل ثوري يعني هاي الكلمة كبيرة كثير بس انه يسموها هيك والتسمية والاصل والاشياء استفادوا منه شي 28 محامي وبيناته النادر المطروح هذا اذا احنا مدينين باعتزار لحسن موسى ونقول له انه هدا نحنا اخدنا معلومة ناقصة وهلا نحنا صححناها حلو الحوار وحلو انه نتناقش نحكي مع بعضنا من باب الهدف المشترك اللي هو تصحيح المسار وهو الوصول بالمؤسسة الى الى هدفه الصراع الانتخابي اللي صار كان حامي جدا ليش هذا الصراع حامي جدا ليش هالاستقطاب الفضيع شو الخلاف يعني بناتهم اذا انت ثوري هو ثوري اذا انت مع شعبك وهو مع شعبك اذا انتوا محامين مسقفين انتوا طليعة الثورة وانتوا الامل في اعادة بناء دولي دولي وليست حواجز وعصابات ومخدرات وتهريب وخطف واختصاب وبدلش ومهيك انتوا القانون يعني يعني رجل دولي رجل القانون القانون هو اساس دولي فنحن نبعلقين امال كبيرة على المحامين وعشاننا فيهم كبير السبب هو اتصلوا وحكوه وحكينا مبارح كان ظاهرة جيدة وايجابية ان كان المشتكي ولا ان كان الطرف التاني اللي بيقول انه هديك ما قبلوا نتيجة الانتخابات الديمقراطية ما باعتقد انا انه القضية قضية انتخابات الديمقراطية قضية فيها شيء فيها شيء حتى الان عندي مشكلة انا اشفهموها معي معي شيء انا بالبداية والنهاية بقول انه تسييس النقابي يعني علاقة النقابي بالحكومة علاقة غلط لا يجوز ان تمول النقابي من الحكومات وحكينا على المصاري وحكينا على تسونامي انه بجيب مصاري من الديكي وانه هو يعني مهندس انه هو المدشر وانهoux Kinofi وحكينا على واحد تاني كمان انه بجيب مصاري طلع الكل عم يجيب مصاري يعني هديك قالوا انه اخذ من ياسر عبد الرحيم 10 ألاف دولار اذا شغلة عادية جدا يجي واحد فاسد من ياسر عبد الرحيم بعد مراه على سوتشي يجي يعطيون 10 ألاف دولار لمين لنقابة المحامين نعم شوفي شو لك من نقابة المحامين تعطيها 10 ألاف دولار ولماذا تعطيهم معها؟ ما هو السبب؟ أنت مسؤول تمويل النقابات؟ من أنت؟ ومن هنا جاءت المصاري وكيف تقبل وتأخذوها؟ كيف تتفوتوها؟ كيف تتفوتوها على صندوق بأي بند يفوت على صندوق النقابة؟ إذا فاتت على صندوق، ماذا أمتوا؟ يا عباب الجامع؟ هذا موضوع لا يحدث فحكوا معي أنا كل اللي حكيت عليهم حكوا معي وأذا يعني ظاهرة يعني أنا بعتبرها كثير مهمة ومفيدة إنه الإنسان يدافع عن نفسه ويقبل بالاحتكام لناسه وأهله يرد يعني مو يطنش مثلو بيعمل مثلا خالد الأسعد ولا بيعمل تاني وزير الدفاع حكي يا أخي حكيه قول وإذا كنت حر بتقول يعني بتقول يا أخي أنت قلت غلط إيه خلص قلت غلط بصحح بالعكس يعني فأنا ما بدي قارن بين من خسر ومن ربيح بس أنا عندي ملاحظة مهمة جدا بتكون تفهموا علي في يعني في شاب كان وقف مرة وقف مرة وطالب بيتسقاط الحكومة وهو زياد هم؟ قد بدأ نشاطاء مدينة عفرين بحملة شعبية بعزل عبد الرحمن مصطفى عن منصب رئيس الحكومة متما شاهدين اضرار شعبي بامتياد الناس عم تتوافد ننتظركم غدا في مظاهرة عفرين المركزية بمنجمع الخير لإكمال حملة التواقع الشعبية بعزل رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم هم منشطاء الثورة في عفرين يطلقون حملة لإصداء قرار شعبي بعزل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى نتيجة تصريحات الأخيرة حول موضوع التقارب مع النظام المجرم طبعا نحن اجتمعنا لنوجه رسالة واضحة لكل مؤسسة تدعي بأنها تمثل الثورة ونخص بالذكر الاتلاف بالنسبة لأهداف الثورة السورية ومبلادها واضحة وضوح الشمس ومن يدعي بأنه يريد الإصلاح والخط الثورة الإصلاح لا يكون بالبيانات ولا يكون بالخطابات الرمانة الإصلاح يقوم بالمواقف الثانية صدوا وعطونا موقفكم من لجنة دستورية ولجنة التفاوض التي انبثقت عن الاتلاف صدوا وعطونا رأيكم بتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة التي لا يمكن توصيفها إلا بأنها معادية للثورة زياد لمحمد محامي ناشط جدا ولسه دم الثورة روح الثورة بدمه هذا اللازم يأخذ تسقيل ثوري هذا كان مترشح والانتخابات الفرعي بسندوق عزاز هذا نجاح واسمه نزيل وقالت لجابه لسندوق عفرين وهو نأزه قلبه قبل عم يقولهم تكون جيبوا صندوق لحتى أنتو تجيبوا صندوق أنا ما كنت عليه ولا أعرف شو صار فيه وفيه قرار من النقابة أنه صندوق واحد وحضور يعني تصويت شخصي أنتو أنتو يعني يأخذين قرار النقابة أحذي قرار وفرجاني القرارات اللي أخذينا هن أنه صندوق واحد وأنه حضور فيزيائي وأنه مدري شو وأنه إلى آخره آخر شيء وقت لأجهة الأصوات تبعت عن تاب نزق روحه وروحه وطلع بداله واحد ثاني طبعا طبعا هون يعني كبريت القصة هم؟ ماذا؟ ماذا؟ بس هم نفين قطين لازم أوقفهم بالنسبة للموضوع أنه الصندوق واحد نحن بالنسبة للمواقضي جايني صندوق أنا مدر بالنسبة لي كمرشع من حالي أقول مراقب على الصندوق أنا بفرقته تجي يوم مثلا المسا جايني صندوق إذا الماء عفان وينه شو لا بدأ باسه يا خبريمي أكمل خبريمي أكمل خبريمي أكمل يا شباب أنا رئيس لجنة صندوق أعزاز كان مدر تييم قيخابك سندوق أعزز خبت جود سندوق أعزز جايني يا شباب أكمل ساعة ماذا؟ شكرا ماذا؟ ماذا؟ نعم؟ شكرا للمشاهدة 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 بس انه اذا تكون انتوا تحاربوا واحد حر عم يطالب باسقاط الحكومة طبيعي مهي يعني احنا كنا بالنقابات عندنا بالثمانينات بالتسعة وسبعين اضربت النقابات بسوريا انا كنت وزع مناشير على سناديق البريد على عيادات الاطباء وسناديق بريد المحامين انا كنت طالب جامع ووزع مناشير على عندهم لحتى اضربت النقابات وإلى آخره فاتصل مصطفى اطلاس بمصطفى مصرابي مصطفى مصرابي كان نقيب اطباء مصطفى اطلاس تعرفوا يعني الوجه الجميل للنظام السوري المهم قال له يعني دكتور كذا قال له شوف سيادة اللواء كان يوم بتاللواء قال له نحنا مو نقابة عمال وفلاحيين نحنا عنا مطالب بتكون تنفزوها يحبسوكم يوم واسرحوه بعدين اللعون النقابي يعني اذا كان بزمان حافز اسد بالتسعة واسبعين الناس النقابات كان الى دور المحامين والأطباء والآخري فكيف اليوم بالمحرر يدخل رئيس الحكومة ليش واحد طالب باسقاطه وجمع التواقع لاسقاطه يعني معارضة سلمية بده يستقصله من النقابة مشان النقابة تصير مطيعة مطيعة للعلويين الجدود ما بصير ما هيك يعني مقرف هذا الحكي اذا بده يدخلوا وتروحوا وتعطووا الدرع وتعطووا الاجتماع انتو يا هذا شي معاني ممقبول ابدا منكم انتو ملكون على قبل الحكومة انتو جهة مستقلة تموّل ذاتية ما تاخدوا من الحكومة اي قرشو ما بصير تاخدوا ولم يصير حكومة حكومة تعطيكم هذا متل وقت اللي بتصير انت انت محامي وعم تاخد تبويلك من النيابة يعني شو بده يعني بده يشتروكن يعني بطريقة اخرى بيستغلوا انه الناس فقيري انه الناس من يا اخي بعليشي الدولة بده تساعد تكلفية يعني الفقير الفقير الدولة تتلف لمحامي بكل دول العالم الفقير الدولة تجيب لمحامي او بتدفع له اجار محامي وبنائي محامي بتدفع له اجاره له حق انه يجيب محامي فقير ما معه بيدفعه له اما يدفع للنقابة بيدفع للمتهم اللي بده محامي ما يدفع للمحامي انا للنقابة بيشتريها كلها هاي نقطة مهمة كتير اذا الخلافات السياسية في شي من انه حدا مقرب بين الحكومة وحدا معارض للحكومة هذا اذا هيك الخلاف كارثة هذا كارثة معنات انحنا بدأت الحكومة الحالية انها تخترق المؤسسات المجتمع المدني وتسيسها وتتحولها لمؤسسات امنية تابعة له هذا مهم كتير نفهمه هلا نجي بقى لموضوع النقابة لموضوع النقابة النقابة مفروض تكون حرة يعني في القانون تحطه وحافظ اسد انه ما بتصير تتمارس المهنة الا ما تكون عضو بالنقل لا يربطات نقابات حرة نقابات متش كل الجمعيات بتتشكل تنحل تنسحب بتفلس بتعمل حرة بتكون تلغولي هذا القانون انه ما بتصير يعملون نقابة حرة هلا بيقولوا شرزم يوم شرزم يوم مدرش ما هو فرح حلب اللي اطع اللي اطع بعد انتهاء مدته اللي اطع علاقته مع المركزية وتصوروا اخذ قرار بعد انتهاء مدته يعني بعد ما انتهت فترته الصلاحيات والدستورية مثل ما يقولوا اخذ القرار فالقرار باطل لانه بعد انتهاء المدته بحي لك تاخد قرار على كل احوال اذا انتو بتكن تنفصلوا عنه وديك فالله شو تركوا الناس تعملوا جمعيات هلا بتكن تعملوا اتحاد اتحاد نقابات عملوا اتحاد نقابات نقابات المحامين عملوا اتحاد يعني تكون عدة نقابات واتحاد ممكن تعملوا اتحاد نقابات اطباء وكذا وإلى آخر اتحاد نقابات عام اتحاد هلأ النقابة إلى دور خدمي لأعضاء ولا دور سياسي دور خدمي لأعضاء تكون مستقلة كل مجموعة يتفهموا مع بعضهم يحبوا بعضهم يحبوا يساعدوا بعضهم يتبرعوا لبعضهم يسوقوا ببعضهم يشتغلوا بنفس الطريقة يعملوا نقابة هل تتفقوا سياسيا؟ تتفقوا تقول لي التركي يقسمنا تتفقوا تحت أمرة الحكومة التركية والأمر تبعك من سامي يهموا يوحدكم ويقسمكم ولكن يهموا يلغي صوت المعارض هذا هو عندما تكونوا فيه عندكم معارضة ويريدوا أحد يسيطر عليها لا الأفضل تنقسم وتطلع لحالك فهذا أنا رأيي ليس حجة مطبولة يريد أن يقسمناها يقولون حق الجماعة لا يريدون أن يعملوا معكم من النقابة تبعتكم هني عندهم عقلة آخر طريقة عمل أخرى أسعار أخرى طريقة تضامن أخرى ليه بدك تجبرهم؟ النقابة ليست مؤسسة ضرورية ضرورية للترخيص العمل النقابة شيء للعامل هو ينتسب لها ما ينتسب لها ينتزم فيها ما ينتزم فيها يدعي اتحاد العمال مثلاً للإضراب اتحاد النقابات ما بيأضرر من هو ملزان؟ النقابة بتألعهم ما بيأثر عليها هذا الشغال عادي ما هي قضية إنه زمانة تمنعهم تقطع رزقهم وسيل الضغط عليهم لا يخضعوا لسلطة ما بصير هذا هذا الحكي غلط الوظيفة السياسية للمحامين مهمة هذا فينا نحن نحكي فيه نحكي بنادي أو نحكي بجمعية جمعية الحقوقيين السوريين مثلاً بمستوى العالم جمعية كذا قضاءة مهندسية قضاءة محامين ضباط شرطة كل شيء دارس حقوق ممكن يشكلوا جمعية ويحكوا باسم القانون وممكن يشكلوا رافع على الثورة السورية بحيث يتبنوا قضايا السوريين الموجودين بتركيا بلبنان قضايا محاكمة مجرمي الحرب كذا الموجودين بأوروبا ممكن يشكلوا قوة سياسية هائلة ويعملوا اتحاد على مستوى العالم أما واحد عايش بالسويد بصوت بالسورية على انتخابات نقابة محامين لأنه معه شهادة محامين ما بصير ما بصير للنقابة هن الناس اللي عم يشتغلوه هن الناس اللي عم يشتغلو على الأرض يعني مما كان ليش لك نكون محافظة إلى نقابة إلى فرع هاي النقابة أما بدي صوت أنا على انتخابات بحلب وأنا قاعد بالشاء كيف يعني ما نزبط تقول لي إلي حق التصويت أنت إلك حق السياسي في أن تكون عضو مع رفقاتك مع زملائك عضو في مؤسسة سياسية مدنية اللي هي نقابة المحامين أو هي جمعية الحقوقيين تمام كتير منيح أما إلك حق التصويت على انتخابات ناس ما تعرفها أو ناس سمعان فيها ما بصير وإذا معك شهاد محامية يعني إذن عملية التصويت الخارجي مو صحيحة هي الحق السياسي محفوظ بس الحق المهني مو وجود لأنك أنت لا تعمل معهم وانت تصويت وانت لا تعمل معهم هؤلاء يعمل وانت هؤلاء على الأرض فانت هؤلاء يجبون دعاوة ومدرشو 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 فاني طبيعي وطبيعي أنه ما يحقل له يصويت الواحد إلا ما يكون دافع رسوم وبرز الزم وهي كنتم قررين لماذا تلقوا قرار يعني باللحظة تلغي القرار كان الفرع مو خالصة مدته يعني ما بحق له ياخد قرارات فليش عم تلغوا قرار انتوا آخدينه قبلها مسبقا طبعا ترجيكم صور القرارات فإذا المشكلة كانت لو ما في لو ما في منافع من رئاسة الفرع والمركزية ما كانوا اختلف أولاد أنا هذا ملاحظ للأساسي أكيد في منافع وفي محسوبيات هل انقسام هذا والتحذب والكذا في شي في شي لو ما في منافع ما أحد بيهمهم مين ما طرع يطلع شواء قلبي أنا اللي بعرف أنه ولا واحد متفرق يعني ولا واحد عم ياخد راتب طبعا مين بالراتب ما في حدا متفرق ولا في حدا عم ياخد راتب تفرق إذن فيه شي تاني سري محسوبيات معينة فيه شي تاني غير الزعامة يعني الزعامة لأنه شغل شغل كتير ومتعب يعني الموضوع وتحمل مسؤولية الناس وهذا هيك وهذا وتفوت اليوم بمواجهة مع القضاء ومع الشرطة العسكرية ومع كذا موسهل يعني اليوم وفيها مسؤولية لأنه فيه ناس كتير مختفين بالسجون والناس مظلومة وناس متاخدة أراضيها وناس متاخدة مدري شو والدولة والسلطات مع ما ترد على القضاء والقضاء عم يرتشى وعم يفساد والدعود والمقابرات التركية بتهدد هذا وتسكت هذا وتعمل هذا وكذا يعني شغلة كبيرة المحامة عليها دور هائل لحماية المواطن من عصف الفصائل وعصف الشرطة العسكرية وعصف بيقتلوه هذا بيصفوه بيخطفوه بيخطفوه هذا بيخطفوه بيقوله الجهاز بده إياك بياخدوه على تركيا بيغمله سنتين بتركيا وبعدين بيرجع وهذا يعني 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 الواطع كل صعب فإذا ما في يعني ما حدا بيستلم مسؤولية اليوم بهالصرف إلا إذا كان في مكسب فلسبب في مكسب يعني كمان سألوا لحالكم ليش عم تنافسوا بهالحدي مع أنت في شي بيحرز ما هيك ها سؤال ثاني فأنا هذا اللي حبي تقول وأولا أعتذر من الناس اللي يعني اتهمتهم من وجهة نظر الطرف الثاني يعني تبنيت وجهة نظر واحدة وتاني شيء لوجهة النظر الثاني اللي ضد الأولانيات يعني لم تكن كافية لتبرير ما جرى للسبب وقفنا عن الضقطة أنه رجعوا لضمير ورجعوا لسورت ورجعوا لناس وحكموا أنت على نفس أنا أتمنى أنه تتفقوا اليوم ويتتفقوا كل السوريين مع بعضهم تتفقوا اليوم لتكونوا رافعة على هذه السورة وأنا فكثير أستكبر أنه الناس تتدافع عن نفس وتحكي وتقبل أن تناقش شو صار تقول لك أنا جاهز أنا جاهز كثير مهم ماذا كثير مهم وكثير مفيد ودرس تعلموا البقية والله أنا ما بتحاسب أنا بدري شو أنا بعمل أنا بساوي أنا بمسحك عن وجه الأرض أنا ليه ليه شو علي أنت نهاية تشتغل بالشأن العام الشأن العام بده ناس ترضى وناس ترفض وناس تنزعج وناس تسسر على كيف أنت بك تحكي وتطلع على الإعلام وتحكي وتقول شو صار وتقول كذا واللقابة ضرورية حتى ما يصير فساد وصير اختراقات وحاجة نور فأنا هذا حبيت أحكي وشكرا لسادي الأساتذي المحامين اللي كل عمرهم بدافعوا عن الحق واللي لازم يدافعوا عن الحق واللي ما لازم يتخلوا عن الناس المظلومة المظلومة الموجودة بشكل أساسي عندهم الناس المظلومة الناس اللي عم تصرخ يعني اللي كل يوم واحدة عم تصرر في وطالعين من البيت هي عند أجزام أولادة شهداء وعم تربي الأولاد وختيارة طالعين من البيت وزادتين بالشارع لا خيمة ولا شي ولا شي يعني صادرين لأملاكة يعني تصوروا عفش البيت طب يعطوني عفش البيت ما يعطون راح تلعن عائلة كردية بعفرين راح تلعن عائلة كردية اشتكت للجنائية مرض فقعطوني عفش عفش بيتي غراض غراض ولادي فتحوا لي الباب بس لأخذ غراض ما بدون هذه جمعية كمان وقبل ببرأ إيها مقلعتها وين تروح طيان وين بدر ومنيح السفيد كام كردي بعفرين يعني عم يحونا الناس من مضايا فمدير الجنائية الكريم بعيد قسم عفرين سمع هاي الشكوى وروح اعطيها اغراض عيب وعطوها بيت امنول سكن بدي اطفال صغيرة ايتها اهل شهداء معيب هذا الحكي يعني انه ما تردوا ما تحكوا ما تعملوا ما تتصرفوا روح عمال روح دور خد خد الطلب وشوف شوف شوف السطن عيب اتصلوا فينا ويحكوا لاخر يعني لا تعلقوا مع المضايا نصيحة نصيحة منكن الدور ما حدا يفكر يعلى مع ابن قلمون يتبهدل ايه تحية للمحامين تحية لروح السورة وحب السورة وقعكن طاطو لعبد الرحمن مصطفى عاجلا اماجلا يزهب للتحقيق وعاجلا سينسحب التركي من سوريا ويقعد يتفرج من العيد فلا تكتير تروحوا ولانيت تسوركوا وخليكم احرار خليكم مع شعبكم واللي مستفيد من التركي اليوم يحسب حساب انه هذا ملع يدور اذا ما يعني قلب التركية عليهم لانه التركية على مفرد طرق ما حسنا ان يتحسن اموره ايه فهذا الحبي تحكي ما لك غير ناسك وشعبك واهلك وما لك غير الحق تتبعه والله ينصر الثورة يتبع اشتركوا في القناة